صباح الفل عليك زميل العزيز كريم وكل التحية للزميل العزيزة نهواندو ايضا كمان تحياتي كابتن ياسر مصطفى متوجدين طبعا كالعادة في مقار نادي الاهلي بالجزيرة وملعب مختار اللي بتتش من غلطي طبعا لاستعداد الأخيرة لفريق النادي الاهلي لمباراة سموحها القادمة لكن قبل الحقيقة قبل ما نتكلم على استعداد لابد ان احنا نوجه كل التحية والتقدير لكل لعيب النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني على اداء المباراة الاكثر من رائعة ان لم تكن هي الاصعب في الدور الاول وهي مباراة المحلة شوفنا اصرار كبير وعزيمة كبيرة جدا لعيب النادي الاهلي المباراة راحت وجد لكن شخصية النادي الاهلي حضرة في كل المباراة واتروح الفنان الحضرة في كل المباراة وده الامر اللي بيأكد عليه الجهاز الفني الكابتن ساعد الحفيز كل المباراة صعبة مفيش مباراة سهلة في بطولة الدور العام بالعزيمة وبالجهد الكبير نقدر ان احنا نتخطى كل الصعاب شوفنا شراصة هجومية كبيرة جدا وشوفنا حماس كبير من فريق المحلة اللي بنتمنى في كل المباريات يكون بهذا الشكل وكل الفرق الحقيقة اللي بتلاعب النادي الاهلي تتمنى كان يكون في هذا الشكل الكبير جدا لكن عايز اتكلم طبعا على نؤتتمهمين جدا قبل ما تتارك طبعا للتدريب ومدى طبعا جهازية اللاعبين لحالة المبراءة القادمة نؤتتمهمين جدا زميلي كريم وزميلة نهواندي هي علي معلول وحسام حسن الكل طبعا عايز تطمن في البداية علي علي معلول بنطمن بقى كل جمهور للنادي الاهلي الناس راحت قالت علي عنده مزق في العدلة الضمة عنده شد في العدلة الضمة تصريحات طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبل علي معلول عنده اجهاد بسيط جدا في العدلة الضمة ثلاث ايام هيكون راحة ومنها لعلاج طبيعي بسيط جدا نستغرق ثلاث ايام اخرى يعني عشر ايام بكتير او ان شاء الله وعلي معلول يكون مشارك ويعود بقوة ان شاء الله لفريقها للنادي الاهلي كنا عايزين نطمم بشكل كبير جدا على الضمة لان هي ممكن حساسة شوية مع اللعبين وبقيمة علي معلول الكبيرة ومجهوده الكبير فالحمد لله تطمننا علي علي معلول في البداية حسام حسن كدمة قوية جدا في الرجبة وليس اي امور اخرى الحمد لله كانت الاشعة يمكن احمل ابو عبلك العدد طبعا والجهد الكبير الجهاز الطب اللي بيقوم به النادي الاهلي مباشرة عقب انتاء المباراة توجه حسام مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبلك الاشعة والحمد لله الاشعة تطمن عليها مفيش اي امور لحسام حسن ممكن دموع بس هي ممكن قلقت الناس شوية لان تعرف الرجبة طبعا زميلة كريم زميلة الهوند فيها طبعا متشعبة شوية ممكن الناس بتروح في قدروف في صليبي في خارجي في داخلي لكن الحمد لله هو كدمة قوية جدا في الرجبة لكن من خمس تيام لأسبوع حسام يكون مرايا احنا عارفين طبعا ان خلاص الدورة يتوقف بعد مباراة سموحة فيعني الفترة اللي جاء دي كلها ان شاء الله لعبة النادي الاهلي كلها تستعيد قوية من جديد اللي بيتاهل يتاهل واللي ممكن هيعود من جديد ليه منتخبنا طبعا للمشاركة فيه كأس العرب لكن حبيت اننا طمن كل جمهور النادي الاهلي على حسام وعلي معلول طبعا هنفقدهم في مباراة سموحة ونفقد كمان عمر السلية لحصوله على ثلاثة انذارات يمكن ثلاث لعبين طبعا قيمة كبيرة جدا لكن الاهلي بمنحضر في كل مباراة مباراة سموحة لا تقل صعوبة واهمية عن مباراة الماضية وهي مباراة المحلة طبعا لو نرجع بالذاكرة كان عندنا ازمة في فقدان طبعا موسم الدوري طبعا في مباراة سموحة ومباراة المحلة فلكن الاداء المميز اللي بيقوم بالنادي الاهلي والحقيقة بيت سمو سماني كمان يعني معلومة نقولها سريعا في 71 مباراة لبيت سمو سماني خخياته الفنية للنادي الاهلي احرز النادي الاهلي 151 هدف ده مؤشر كبير جدا وهم جدا ان النادي الاهلي في طريقه الى الامام طريقته هجومية بيت سمو سماني مميز جدا الحقيقة في القراءة شوفنا ميكي سوني في نزوله وتوقيته وهو اللي كان كمان سبب في ركلة اللي احرز منها علي معلول الهدف فالحمد لله قراءاته الفنية رائعة جدا انسيقاتنا كبيرة جدا في بيت سمو سماني وده الحقيقة اللي كان جمهور النادي الاهلي امس في المدرجات اللي كان ليه دور اكتر من رائعة كنت معاكم في المداخلة الاخيرة اللي كانت قبل المباراة وقالنا دور الجمهور مهم جدا وشوفناه شوفنا الجمهور في 40 و50 سنية ادر ازاي ان هو يرجع فريق النادي الاهلي من جديد وادر ان هو يحمس اللاعبين ويقدر ان احنا نفوز في مباراة كانت صعبة جدا مكسبناش في ملعب المحلة من 2018 سنة ده يعني سنين كثيرة جدا لفريق النادي الاهلي لكن النادي الاهلي قادم النادي الاهلي بمنحضر كل لعبت النادي الاهلي عرفة اهمية الجمهور وعرفة ان ايه المزاج العام لجمهور النادي الاهلي بتغير في ثواني بسيطة جدا في كان الامر المهم جدا امس ان العبت النادي الاهلي تروح كل جمهور النادي الاهلي اللي متواجد في الاستاد واللي متواجد في البيوت بتفرج على المباراة يكون سعيد وفرحان على اداء لعبت لنادي الأهلي المميز والرائع ويا رب إن شاء الله القادم يكون أفضل لنادي الأهلي ونقدر في مباراة سموحة نحقق كمان 3 نقاط من 6 مباريات نحقق 15-18 نقاط إن شاء الله بإذن الله يارب إن شاء الله نادي الأهلي يستمر في أداءه المميز خلال المرحلة القادمة تدريب النادي الأهلي في هذا التوقيت هيكون تدريب بسيط لكل المجموعة اللي شاركت فيها المباراة لكن هكون جرعة تدريبية كاملة لكل اللاعبين اللي لم تشارك في المباراة مباراة أمس وهي مباراة المحلة